مرحبا نفلة ومرحبا بكل من يتابع ابتدأت الجلسات التحضيرية صباح هذا اليوم من التاسع والنصف بعنوان تمكين المرأة هو تنمية المجتمع هذا الاجتماع التاسع والثلاثين والذي استلمت المملكة الرئاسة قبيل ساعة من الآن الدكتورة هلا التواجري هي الرئيسة الآن وهي أمين مجلس شون الأسرة رئيسة هذه الدورة التاسعة والثلاثين بعد أن كانت عند الجمهورية الجزائرية الشعبية الصديقة معي في هذه اللحظات الدكتورة لانا بنت حسين بنت حسن وهي رئيس لجنة المرأة مرحبا بك الدكتورة لانا سعيد بتواجدي معك في هذه اللحظات اليوم تعلن في هذه الجلسة التحضيرية استلام المملكة لهذه الرئاسة ما هي أهم الملفات التي ستبرزها المملكة من خلال اجتماعها يوم غد أهلا وسهلا فيكم فعلا المملكة العربية السعودية تترأس هذه السنة الدورة تسعة وثلاثين لجنة وضع المرأة العربية وتحتضن المملكة أيضا إلى جانب ذلك إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية أجندة الاجتماع هي على مدار يومين اليوم سيتم مناقشة إعلان منهاج عمل بيجين بلس خمسة وعشرين عملت المملكة خلال الفترة الماضية على كتابة هذا التقرير الذي يناقش مجموعة في حدوث نعشر مجال من مجالات تمكين المرأة وتم عمل هذا التقرير باعتماد منهجية تشاركية للجهود الوطنية عملوا جميعا على مراجعة وجمع وتطوير البيانات والإحصاءات المتاحة للخروج بأفضل الإنجازات التي خرجت بها المملكة وعكس هذا التقرير الإنجازات المحرزة وواقع التحديات والفرص القائمة وأولويات العمل لتعزيز مكانة المرأة اليوم المملكة تهتم بالمرأة السعودية فكيف باهتمامها بالمرأة العربية وهي ستقدم أكبر حدث يوم غد من خلال إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية حيثيات هذا الإعلام فعلا غدا سيتم إطلاق الرياض عاصمة المرأة العربية وستقوم المملكة خلال عام 2020 بمجموعة من الفعاليات التي تضمن ملتقيات ومنتهديات ولقاءات ثقافية ومعارض وسيكون هناك مشاركات دولية في تفعيل هذا الحدث ما المتوقع من النتائج خلال هذا الاجتماع؟ بإذن الله ستكون نتائج إيجابية سنطلق بإذن الله مبادرة سنعلن عنها غدا بإذن الله وستكون هذه المبادرة عن مستوى الوطن العربي بإذن الله الدكتورة لانا بنت حسين بن سعيد شكرا جزيلا نحياكم الله شكرا إذن كما تبعتم مشاهدي الكرام وكما تبعت زميلتي نفلة بأن الدكتورة لانا بنت سعيد قد تكلمت عن أهم الأجندة التي ستتحدث عنها اجتماعات يوم غد أو الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة المرأة العربية تحت عنوان تنمية أو تمكين المرأة هو تنمية المجتمع وأيضا ذلك الحدث الكبير الذي ستكون من خلاله الرياض عاصمة للمرأة العربية الإعلان سوف يكون يوم غد والاجتماعات التحضيرية لا زالت مستمرة حتى الرابعة من عصر هذا اليوم ستكون لدينا ضيفة عند الساعة الثانية بإذن الله الدكتورة هلا التواجري وسنتحدث معها عن معظم الملفات لكي نفلة الكلمة جميل عبدالله من اجتماع دورة 39 للجنة المرأة العربية في الرياض شكرا جزيلا لك